اشتركوا في القناة اصراف في الماء ولو في الوضوء مر على سعد فقال لا تسرف في الماء قال يا رسول الله او في الوضوء اصرف قال نعم وان كنت على نهر جار الله تعالى يقول وكلوا واشرفوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين فالمسرف لا يحبه الله والاسراف فيه مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام قصد الاسراف في الماء والاكثار من هذا وإذا كان بالنسبة للأخ هذا كان عنده وسواس يعالج الوسواس هذا وينظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضى كان يتوضى بالمد هذا المد هذا والمد يعني مقدار كف يتوضى صلى الله عليه وسلم وضوءا كاملا في أعضاء الوضوع الأربعة في مقدار مد صلى الله عليه وآله وسلم العلماء يكرهون للإنسان إذا توضى أن ينزل الماء إلى الأرض كانوا ما يبلون الثرى والأرض من ماء الوضوع يتمسحون يأخذ الماء ويمسح فقل له هذا بارك الله فيك يقول الشيخ وسنة وضء بمد واغتسال بصاع المراد بالمد جمع اليدين جمع الكفين ماء في الشيخ ستوضى به وقيل أن المراد بالمد غير ذلك ولكن هذا هو الظاهر أن هذا هو المد فدل ذلك على أن السنة عدم الإسراف في الماء وقد ثبت عند أحمد وبما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف ولو كنت على نهر جاري فالمقصود أن كثرة إسراف الماء واستخدام في الوضوع بالخصوص منهي عنه إسرافا ولأنه يفتح بابا إلى الوسواس يفتح بابا إلى الوسواس وكثير من الناس إنما دخله الوسواس من باب طلب الدين وقد جاء أن زروقا الفقيه المالكي من توفى سنة 899 قال الوسواس أوله دين وآخره مرض ادخل الشيطان عليك من الدين ثم إذا بك تصبح مريضا وقد جاء عن إبراهيم التيمي التابع المعروف أنه قال الشيطان إذ يأتي لابن آدم من باب الشبهات فإن عجز عنه أتاه من باب الشهوات فإن عجز عنه أتاه من باب الوسواس وذلك يجب أن ننتبه الوسواس والوسواس ليس خيرا بل هو نقص في الدين وتركه للشعال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة